اهلا بكم مشاهدين الكرام فاز برشلونة بهدفين نظيفين على ملقى في المباراة الاخيرة قبل مواجهة تشيلسي في دوري ابطال اوروبا هذا وحقق برشلونة فوزا مريحا على ملعب لاروزليدا ضمن مباراة المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الاسباني برشلونة واصل عروضه القوية في الموسم الحالي من الدوري الاسباني وظل الفريق الوحيد الذي لم يتلقى اي هزيمة في المسابقة بتحقيق 22 فوزا وستة التعادلات ورفع رصيده في صدرة الليجا برصيد 72 نقطة تزايدت التقارير حول اقتراب البرازلي نيمار لعب بارستان جيرمن من الانضمام لريال مدريد الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وقالت صحف اسبانية ان ريال مدريد بات مطالبا بدفع 400 مليون يورو تمنا لصفقة نيمار واكدت صحف ان ريال مدريد قد يتبع استراتيجية جديدة في عملية التعاقد مع اللاعب البرازلي الذي كان هدفا للفريق الملكي في السنوات السابقة وقبل انتقاله لبرشلونة ايضا وتشير الصحيفة الاسبانية الى ان ريال مدريد قد يضطر لعملية بيع كبيرة في الصيف المقبل لتمويل الصفقة تصدر البريطاني سايمون ييتس الترتيب العام لسباق باريس نيس للدرجات بعدما حسم المرحلة قبل الاخيرة والبالغ طولها 150 و70 كيلو متر وفي الترتيب العام يتقدم المتصابق البالغ عمره 25 عاما بفارق 11 ثانية على ايزا جيري و 12 ثانية على زميل وشقيق المتصابق الاسباني جوركا الذي يمثل ايضا فريق البحرين ميريدا وتقدم ييتس بقوة قرب النهاية واجتاز منافسيه ليتفوق على البلجيكي ديلان تيونس والاسباني جون ايزا جيري بفارق 8 ثواني و الى كرة التانس تأهل اللعب النمسويد من كثم المصنف الخامس الى الدور الثالث في منافسات فرد رجال ببطولة انديانا ويلز لتانس الاساتذة ذات الالف نقطة وتمكنت من بلوغ الدور الثالث في البطولة المقامة في ولاية كاليفورنيا الامريكية بعدما تغلب على منافسه اليوناني ستيفانوس تيسي تاباس بواقع مجموعتين مقابل واحدة وتأهل اللعب تشيكي توماس بردتش الى الدور ذاته بفضل تخطيه عقبة منافسيه الالماني ماكسيميليان مرتينيس بواقع مجموعتين دون رد نعم 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 اشتركوا في القناة